كنا بنتكلم على بناء الإنسان المصري والحفاظ عليه ابتداءً من البنت الجميلة وقصتها مع الوزيرة نبيلة مكرم وصولاً للأصمرات واللي حصل في نقل بطن البقرة كل ده في إطار الإنسان المصري والحفاظ على الإنسان المصري ولو أضفنا عليه مسألة الأثار فده الهوية المصرية والإرث المصري الحضاري الكبير برضو اللي هنتكلم فيه محاراكم دلوقتي هو برضو الحفاظ على الإنسان المصري من خلال الفتاة والبنت المصرية ومحاربة واحدة من الجرائم اللي كانت بتمارس العقود طويلة وسلب لحق من حقوقها وهي الحفاظ على الجسد كان ختان الإنس كانت جريمة نفسية وطبية وإنسانية ولا أخلاقية كانت بتمارس ضد البنت المصرية ونكحة الدولة خلال السنوات اللي فاتت نقطع التشريعات والقوانين اللي توقف هذا الجرم عايز أقول لحضراتكم يعني شيء مهم جدا يعني نكحة الجهود المصرية في إنها تطلق نداء عالمي في مجلس حول إنسان الدولي عشان تقضي على هذه الظاهرة مش بس في مصر ولكن حول العالم هذا النداء اللي تم إطلاقه بالتعاون مع دولة بوركينا فاسو وسندوق الأمم المتحدة للسكان والطفولة حصل على دعم غير مسبوق من 136 دولة حسب ما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية منذ قليل ده بيأتي على خلفية الاهتمام اللي مصر بتليل القضاء على هذه الظاهرة واستكمال للجهود ذات الصلة اللي توجد مؤخرا بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على قانون لتجديد العقوبات ذات الصلة بجريمة ختان الإناس واللي تصل للحبس وتوسيع نطاقه ليشمل كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوة على ارتكاب هذه الجريمة سواء كان من ممارس في القطاع الطبي أو حتى من من يجري هذه العملية أو حتى للأقارب اللي تسببوا فيها